أهلا بكم تخيم أجواء من الحزن الشديد على الأهالي في مدينة حيفا إثرى مصرى ثلاثة شباب بعمر الورد بحادث طرق قاتل وقع كرب مفرق طمرة بعد منتصف ليلة السبت والشباب الضحايا هم ماهر حماد ومحمود قلق وراجح حجازي من سكان مدينة حيفا والذين سافروا سوية في سيارة واحدة من جانبها قالت الشرطة في بيان حول ملابسات الحادث القاتل بأنه وقع في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على الطريق سبعين بالقرب من مفترق طمرة مركبة خصوصية من نوع بي ام في كان يكودها على ما يبدو سائق جديد يبلغ من العمر 18 عاما فقد السيطرة على المركبة انحرف عن مساره واستضم في رصيف ومن ثم استضم في سياج الآمن على الطريق وحلق في الهواء واستضم في عمود الباطون وانقلب ويظهر على الشاشة فيديو يوثق اللحظات القاتلة لحظات وقوع الحادث التي اودى بحياة الشباب الثلاثة برمشة عين هذا ويشار إلى أن الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث قام بإكرار وفاة الشباب الثلاثة على الفور للأسف الشديد وتم نقل الجثث إلى معهد الطب الشارعي ينضم إلينا الآن من بيت العزاء من المقبرة المشترك في مسجد الجريني في مدينة حيفا مراسل قناة هلا فتح الله مريح أين تتواجد فتح الله مساء الخير مساء النور زميلي شاكر للتصفح نتواجد الآن في المقبرة الإسلامية في مدينة حيفا هنا قبل أقل من ربع ساعة اختتمت مراسم تشييع الشبان الثلاثة أبناء مدينة حيفا ماهر حماد وراجح حجازي ومحمود قلق أجواء حزينة تخيم على كل أحياء مدينة حيفا العربية جراء هذه الحادثة القاتلة كانت هنالك كذلك عقبات أمام تحرير الجثث من أبو كبير يعني عملية التشريح يعني ثلاثة جثث تواجدت هنالك تم تحرير بالبداية جثتين ومن ثم الجثث الثالثة ويعني اليوم التقينا بأقارب الضحايا كنا قد تحدثنا على الأقل مع قريب أو شقيق المرحوم ماهر حماد الذي يعني روى لنا تفاصيل الحادثة التي وقعت بمفترق مدينة طمرة كان حزينا للغاية روى لنا أحلام أخاه وقال لنا أنه سيحمل أحلام أخاه وسيحققها هنا في المقبرة الإسلامية أجواء حزينة للغاية كان هنا يعني الألاف من المشيعين من أبناء حيفا ومن المجتمع العربي الذين وصلوا إلى المقبرة لتشييع جثمين الثلاث شبان ضحية الحادث الذي وقع في مفترق مدينة طمرة نشير إلى أن مواكب المشيعين انطلقت من ثلاثة منازل في مدينة حيفا يعني زميلي شاكر الموقف كان حزينا للغاية ثلاث نعوش تخرج مرة واحدة من ثلاثة منازل من مدينة حيفا من بينهم طالبا تخرج قبل خمسة أشهر رافقه أبناء صفه بكل مراحل التشييع يعني رأينا أن الوضعية حزينة للغاية التمت هؤلاء المشيعين هنا في المقبرة الإسلامية ودعوا ضحايا هذا الحادث القاتل رسائل كثيرة سمعناها من أهالي الضحايا ومن أقربائه بأن الوضع حزين للغاية يعني الكثير من البرامج ألغيت اليوم في مدينة حيفا في الأحياء العربية نظرا لهذه الحادثة القاتلة التي خيمت بحزن كبير على أهالي حيفا وشبان حيفا رأينا هنا الألاف من المشيعين الذين وصلوا ليشاركوا أهالي الضحايا حزنهم الكبير في هذه الأثناء تم إخلاء المقبرة من يتواجد في المقبرة هم بعض قليل من أصدقاء الشبان الثلاثة الذين وضعوا أكليل كثيرة من الظهور منهم من يقرؤون الفاتحة في هذه الأثناء كنت لا أقول أنهم بيميني في هذه الأثناء سوى يعني عشرة أو عشرين شاب حوالي يقفون أمام القبور لا يستطعون تركوا حتى الآن يبكون هذا الموقف وهذه الصورة إلى يميني لا يمكن رصدها بسبب يعني طلب العائلة بأن لا نرصد هذه الأجواء الحزينة العائلات الأجواء الحزينة التي تحيط بهذه المنطقة كنا قد تحدثنا كذلك مع عم المرحوم ماهر حماد الذي يتحدث عن ابن أخيه وأوصل رسالة اليوم بأن للشبان أن ترووا لا تسرعوا حافظوا على أنفسكم هناك أهالي ينتظرونكم في البيت أمهات أباء هي أجواء حزينة للغاية زميلي شاكر هنا في المقبرة الإسلامية في حيفا كانت وقع التشييع على وقع هطول المطر ورغم كل هذا تواجد الأهالي وشيعوا جثمين الشبان بالحزن والألم من هنا من المقبرة الإسلامية نعيد البث إليكم مباشرة إلى استوديوهاتنا في قناة هلا